موسيقى مساكم الله بالخير وحياكم الله بداية حلقة جديدة من برنامجكم أكشن مع وليد اليوم ونحن نجهز الحلقة جاني خبر كذا يقول الخبر نشر اليوم الحساب الرسمي لملف ترشح السعودية لاستضافة كأس العالم 2034 فيديو لنجم المنتخب البرازيلي نيمار وهدافها التاريخي أثناء زيارته لمعرض ترشح السعودية 2034 في الرياض وزار اللاعب كافة مرافق المعرض وفي آخر الزيارة تحصل نيمار على قميص المنتخب السعودي ليحمل عبارة 2034 حلو هو في معرض لاستضافة كأس العالم وين المعرض هذا؟ طيب ننسى الموضوع الاتحاد الدولي في 11 ديسمبر القادم يعني بعد شهر بالضبط من اليوم رح يعلن عن البلد المستضيف لكأس العالم 2030 وكأس العالم 2034 طبعاً هذا رح تكون من ضمن جدول أعمال كونغرس الفيفا والاجتماع رح يتم عن طريق عن بعد عن طريق الإنترنت طيب طبعاً المملكة العربية السعودية هي العرض الوحيد لمقدمة 2034 هي الدولة الوحيدة المتقدمة فالتصويت رح يكون شكله إجرائي وطبعاً السعودية سلمت رسمياً ملف الترشع لاستضافة مطولة كأس العالم في باريس يوم 27 سبعة اللي فات ويقول لك حيث حظي الملف بتأهيد تاريخي غير مسبوق من أكثر من 170 اتحاد حوالي العالم حلو جميل طبعاً هذا الملف أنا شفت الدول اللي استضافت قبل ومنها دول خليجية كان في ويبسايد كان في حساب في السوشال ميديا حتى أيام الترشع لسه ما أخذوا الاستضافة فقلت يا وليد خليني أروح أدور أشوف الحساب الرسمي الحساب الرسمي للإستضافة دخلت منصة X هذا الحساب الرسمي لملف ترشع السعودية 2034 قبل شهر من التصويت شف أول شي عدد متابعين الحساب 24 ألف متابع يعني هذا الحساب ما تسوى لتسويق بـ 4 ريال وربع نهائياً طيب نكمل تتفرج على التغريدات طيب هذه في تغريدة هنا الأولى مثبتة اللي شافوها 41 مليون حلو 41 مليون ما شاء الله رقم واللي حطوا لايك عليها 16 ألف واللي حطوا رتويت 4600 واللي علقوا على الحساب 886 ما شاء الله هذا رقم مغري الحقيقة ومشجع لبداية رائعة لهذا الحساب وترويج الملف نروح للي بعدها يعني إذا المعلقة 41 مليون والرتويت 4000 يعني على أقل لبعدها 5 ملايين من 41 ننزل لـ 4 ملايين نروح للي بعدها اللي بعدها حق نمار من ثلاث ساعات اللي شافوها 83 ألف وفيها 77 رتويت و564 مفضلة ماشي ماشي حلو أنا راضي راضي لازال لطيف من ثلاث ساعات توها اللي قبل يومين اللي شافوا التغريدة ذي 2000 شوف شوف بعايا شوف 2000 مفضلة 28 الرتويت 9 و2 اللي معلقين إيش الجنب هذا من الرقم من كذا لكذا يعني هذه كأكيد الأولى مسوقها طيب نجي للي بعدها يمكن أنا سيض ظن نشوف التغريدة اللي عقبها هذه التغريدة برضو حساب الإنجليزي يعني مفترض هذا اللي خاطب شريحة مهمة 1400 اللي شافوها 11 مفضلة ثلاثة رتويت ولا واحد علق ما في واحد يعني قال جود طيب نجي للي بعدها أركام جدا قليلة الحساب هذا يعني واضح ما في أي جهد لتسويقة ما هي التغريدة الأولى ذيك حطوا حيلهم فيه وانتهى الموضوع طيب هذا معناته لما أي حد يشوف الحساب هيبتدي يشك في عدد مشاهدات التغريدة الرئيسية وهذا حساب رسمي لملف الصدافة هذا أكبر مشروع رياضي يفترض أن يكون العمل فيه بشكل جدي طيب نترك هذه الحساب الإنجليزي ونروح ليش أبغى أشوف الحساب العربي نروح لحساب العربي طال عمرك هذا ملف ترشح المملكة اللي متابعينه 40 ألف 40 ألف يعني 40 ألف لحساب ملف ترشح المملكة لإصطدافة كاس العالم الحساب تم فتحه في مايو 20-24 يعني صال له بالضبط خمس شهور ست شهور مليون تم تجشينه على الأقل يقول بسم الله مليون بس لأنه ما في مادة ما في شيء يعني شوف هذا التغريدة العربية المثبتة اللي شافوها 2 مليون و 9 مية عدد اللي حطه مفضلة 1100 رتويت 5 ماشي 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 نشوف اللي بعدها حقات نيمار الآن 3-3 4300 اللي شافوها في 4 ساعات تجي تشوف اللي بعدها هذا البرومو الرئيسي 5700 اللي شافوها التغريدة اللي عقبها 4000 وما في اللي 4 تنفار اللي مع القين أهلهم بيجي للمستقبل طيب نشوف ما في اللي واحد اللي معلق طيب تعال ورك تغريدة عاد هذه المصيبة هذه يقول لك تعرف على أكثر مواقع مهرجان المشجعين المقترحة ضمن ملف ترشع السعودية هذه هذه يفترض التغريدة هذه تضرب تعال تفرج هذا يوريك يعني وين اهتمام الجمهور خمسة اللي معلقين و و عندك 15 مسوين رتويت واحد 30 سوين مفضلة واللي شاف والقصة كلها خمسة الاف شخص هذا درس من بدري قبل حين ما نبدأ بقى لنا شهر على إعلان إن شاء الله الاستضافة الجهد التسويقي في الملف كله يبغى لإعادة نظره بشكل سريع جداً لأن إذا بنمشي بنفس هذا الأداء ونفس هذا الشغل وبنفس هذه الطريقة حرام حرام في عندنا تجارب حوالين لازم نتجاوزها فرسالتي للمسؤولين عن هذا الملف هذه الطريقة ما تنفع هذا واحد أكيد اللي مسوي هالذاجة سوى بريزنتيشن وقال لك والمؤشرات ولا بتوشي ولا بسوينا وذاك شغلك ما في ما في شي أنت لا تنفع أن تدير هذه أنا والله ما أعرف الرجل لا أعرف مين المسؤول عن الجانب التسويقي والإعلاني في ملف السعودية اللي كأس العالم بس إذا هذه مواريها هذا لازم يتم إنقاذ الملف فورا هذا الشخص يجب أن يبتعد عن هذا الملف نهاية لنمالها في الشغلة محمد الدهش رايك في سالفة الحساب هذه كني تجنيت كني بالغت شوي صح مو مبالغة وقام مختلت جدا 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 الحساب مثل ممتعة عربية السعودية لا يمثل الاتحاد السعودي لا يمثل الوزارة الرياضة يعني إحنا قاعدنا نتكلم عن شيء كبير استضافة الكأس العالم مو والله استضافة بطولة محلية ولا استضافة بطولة إقليمية احنا نتكلم عن كأس العالم إذا شفنا الأرقام احنا شفنا مبادر التفاعل أنا كشخص شفت التفاعل في الفدايات أضفت الحساب ولكن ما في أي تسويق احنا نشوف والله في في زيارات كوريا تقليل شهر الماضي تحس كأن حساب بنك عارف حسابات البنوك تعرف حسابات البنوك كل ستة شهور تغريدة عارف ما في حساب متوفي ما في حركة ما في أكشن ما في تفاعل إذا قبل شهر من التصويت كذا آه هو ينتظر لما انفوز بعدين يقول لك آه بدين الحملة يا عمي ما في تمهيد ما في تمهيد بعض حسابات الأندية في دولة الدرجة الثانية ممكن والثالثة أكثر تفاعل يعني شو اللي يمنع انك والله تتعاون مع أكيداً كثير احنا كنقاد أنت وبدر كخدوة لنا محب الكرة السعودية تبغى تنشر أحد تواصل معنا قال والله احنا نبغى نفاعل هالحساب لا بد يكون في التفاعل من الجميع البرامج الرياضية لا بد يكونوا أن تفاعل طيب تفاعل تفاعل ما في شيء الحساب ما في شيء تفاعل مع إيش أنا تفاعل ما فيه مادة مادتين يعني سوي لها رتويت تقول الله برافو عليكم وبعدين لازم يكون فيه مادة فيه محتوى تفاعلت فيه فيه في الرياض معرض عشان تسويقي لكأس العالم أنا أحد المتفاجئين هذا والله تفاعلت بداية الخبر ما فيه أي خبر أو وسيلة إعلامية نقرأت فيه هناك ترى فيه معرض في والله التحاية السعود قاعد يشتغل فيه مزار ترى الأندية كثيرة ممكن تضع في في أكثر من ملعب تابع الوزارة الرياضة والله كدعاية اللي إحنا راح ينستضيع في الكأس العالم 34 أنا ما فيه أتكلم في منطقة طريبة لو ألو بتكلم في قطر قبل 15 سنة كان فيه شغل يعني إحنا نشوف قبل قبل أن نشرب وبدر ونقدر نسوي ونقدر نسوي ما احترامنا وتقديرنا للأشقاء نقدر نسوي شيء أكبر صحيح والآن متاح الوضع المتاحة وبدر وسائل التواصل الاجتماعي تويتر الإكس الآن سناب شات التوك توك ممكن تشرف أكثر من طريقة ولكن أعتقد أعتقد أنهم يفوز الملك بعدين يتم تنشيط هذا التسار